السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعدنا مع الحلقة التانية من مسلسل دنيا تانية بعد اللي حصل من جمال دنيا قالت للأمن يمنعه من دخول الفيلا ولما لقيته مصمم يدخل نزلت له وهزقته على اللي عمله مع اختها وهو حاول يدفع عن نفسه لكن دنيا رفضت تسمع منه اي كلمة عودة دخلت على دنيا عشان تصالحها كأن الموضوع كان بسيط يعني وبكل برادة بتقول لها معلش اصلنا وهو ضعفنا فطبعا دنيا قاعدت تشتم فيها وتقول لها ازاي تعملي كده مع جوز اختك عولها كانت شايلة من دنيا وبتغير منها لان ابوها وامها كانوا بيحبوها وكانوا بيفضلوها عليها عولها قالت لدنيا انا خلاص هسبدك الدنيا وامشي وهروح عاوة في لندن بس انسي للك اخت وجهزت شنطتها وقالت وهي ماشية انا مش حسيبك طول عمري يا دنيا امها قابلتها وقالت لها ايه سبب المشكلة قالت لها مفيش حاجة وثبتها وماشيت اما دنيا مسكت السورة بتاعتها هي وجمال وقصرتها وقطعت السورة ولمتها على الارض واللي شايفينه قدامنا ده المحامي بدر النمس وشكله بتاع كل حاجة وبيطلع المتهم من قضية القتل بمنتهل سهولة اما دنيا فهي متعصبة ومتنرفزة على الاخر ومش طيقة نفسها ومش طيقة اي حد في البيت واي حد يتكلمها تشد معاه على طول ابنها جاي يقول لها عايز ساندويتش اتعاركت معاه ابنها التاني بيلعب وبتطلب منه وجيبت دول جدته برضو اتعاركت معاه واعصبها تعبانة على الاخر اما المشهد اللي بعد كده بدر النمس مروح بيته بنته فتحت له الباب قالت له مش ناسي حاجة يا بابي قال لها لا مش ناسي حاجة معايا مفتاح العربية فزعلت ودخلت على قدتها مراته قالت له النهارده عيد ميلاد بيتك قال لها معلش بكرة حراضيها وهو قاعد مراته جات له وقالت له بعدين في الفلوس الحرام اللي انت بتجيبها لنا دي قال لها انا محامي مشهور وكل الفلوس اللي بجيبها بتاع بي وعرقي قالت له انا بسمع اللي انت بتعمل في قضيتك اي حاجة عشان تطلع المتهم بريء فتعارك معاه وسب لها البيت وخرج دنيا لسه حالتها النفسية تعبانة على الاخر ومش طيقة دنيا بديلي فيها وبتنادي ابنها عشان عايزة منه حاجة ابنها رفض يكلمها فقسرت له الدرامز اللي بيلعب عليه انتظرون بنت المحامي وامها كانوا قاعدين يلعبوا بالموايل وطبعا البنت كانت زعلانة لان ابوها ناسي عيد ميلادها وفجأة دخل عليها الاب وجايبت رطايا في ايده وقال لها كل سنة وانت طيبة وانا نفضي نفسي ثلاثة ايام نسافر فيها الساحل اما دنيا حالتها زي الزفت وامها دخلت تسألها مالك في ايه اما الفين حسام وفين دبلته وقالت لها تالما مش لابسة دبلة يبقى حسام خانك مع نورة ودنيا تعايد بالزيادة قالت لها طب خانك مع مين ودنيا مش عايزة تتكلم والمشهد اللي بعد كده حسام كان قاعد في الشركة ودخلت عليه دنيا وقالت له ده انت بجح بجاحة وكمان لك عين تجي الشركة فقال لها انا ليه في الشركة زي ما انت لك بالزبط قالت له الشركة دي بتاعت ابويا وهتبتل طول عمرها بتاعت ابويا وقالت له انت كنت بتاخد حقك او البول وطردتهم من الشركة وقالت له مش عايزة تدخلها تاني اما المشهد اللي بعد كده دنيا وولادها بيجهز نفسهم عشان يروحوا الساحل وهم قاعدين في الساحل قالت لهم ان هي اتطلقت من جوزها ابنها قال لها انا اتصلت ببابا وزمانه جاي كمان شوية دنيا حبت تهرب قالت لهم انا رايح اشتري حاجات من السوبر ماركت وهي خرجة قبل الحسام وهو داخل قال لها اشكرك اللي انت سمحتين اللي ان هاجي قالت له ده غزبا عني في الوقت ده بدر النمس ومراته وبنته كانوا يجهزوا نفسهم هم كمان عشان يروحوا الساحل حسام كان عالشاطق هو اولاده وكان بيلعب مع انس الكورة انس بيسأله بابا صحيح انت وماما اتطلقته قال له لا الكلام ده ما حصلش احنا متخصمين شوية وشوية كده ونرجع في الوقت ده حسام كان عايز يعمل مكالمة تليفون وقال لانس يفضل عالشاطق وقال لاخوي خلي باله منه لكن للأسف انس ما سمعش الكلام وسهج جميع ونزل البحر وطبعا كان موقف مؤثر جدا وانس بيغرق وابوه ما قدرش ينقزه وعربية الاسعاف جد بسرعة خدته لكن للأسف ما قدروش ينقزه وماتوا هما بيحاولوا يعملوا انعاش للقلب وكان موقف مؤثر موقف الجنازة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة